اشتركوا في القناة قررت ان هي التاجر في الخضار والفاكة وتعمل عمل مع وزير التموين وطبعا ده بعد ما وزير الزراعة عمل عقود برضو مع الجماعات الزراعية النوعية عشان يوزع عليها الاسمية ابو عوض بيستغرب وبيقول هو ايه يا ناس ازاي نقابة من نقابات تضيع 3 مليون جنيه من الفلاحين في عملية نصب وهمية في الحج وبرضو رغم ذلك النهاردة مش عارفين حد يحسب ده كلام اخونا ابو عوض في رسالة من فلاح خلوني ارحب بضيفي وضيفكم الحج عبر رحمن شكري نقابة فلاحي مصر ووكيل لجنة الزراعة ورأي مجلس شام حج عبر رحمن حنشوف انا وحضرتك صرخة من فلاحين مصر ونرجع لناقش الرسالتين مع فلاحين سهاج بيقولوا ايه لينا ولكل الناس نشتر شوال الكيمانو 165 جنيه مش مكفي ويليت حتى بدونا شوالين مثلا عن نصف الدان اربع شوالات على الفدان ما بيعملوش اي حاجة نشتروا كدهم اربع تاني والسماد مضروب بس يسيبونا هم بس عرار الراجل يسيبونا بحالنا يخلونا نعيش والرب وعياننا وخلاص وبعد اللي هي دعبانا خالص على الفصائزة من تجاه حضرتك انها موسم شغالين مثلا فيه ثلاثة افراد واربع افراد يعني العملية تابانا خالص مفيش يعني هنا مبصرش على المنطقة المقبلة دي خالص يعني عامة انها صعيد ده اعتبر نسيبو طالعومنا بماخب فمش عارف ايه المعايش دي ويه الظروف وجو الدولة ايه والبلد ايه الواحد خلاص قرف زهق من حياته دي مش معايش والله العظيم والله اتعبنا اتعبنا يعني المفروض تشوفونا حل الصعيد ده بالذات حدش مهتم بي خالص فيش اهتمام ولا اهتمام في الرأي ولا الزراعة ولا المعايش نفسية تشوفوا المعايش يدخلوا بيوتنا وشوفوا صعيدة جرفوا صعيدة زهجوا صعيدة بيقولوا شوفونا حل ام الحج عبر الرحمن والله يا استاذ مصطفى هذا هو واقع الحال في مصر فلاح المصري الان في اصعب ظروف في عيش انسان في العالم فلاح المصري بيقدم اعظم ما عنده ورغم ذلك يلقى اه يعني جزاء سيء جدا من النظام اللي موجود نظام الموجود ما يعرفش ايمة للمنتجين النظام الموجود بيعرف ايمة للفاسدين والمفسدين النهاردة الاخ اللي هو بيتكلم عن الاسم ده اه هو الاضيام عيش السمات بس تب فين الارشاد الزراعي تب فين متابعة الجمعية فين ده كله فين هو النهاردة من ازمة الحصاد النهاردة فين فين الكلام ده كله النهاردة الفلاح المصري بيعيش اصعب ظروف تمام اصعب ظروف ولابد على كل واحد يهمه امر مصر انه هو يشوف مشكلة الفلاح المصري ايه اي وظف له داخل اي عامل له داخل له تأمين صحي له كده اما الفلاح المصري الان ليس له شيء بل بالعكس منظومة فساد ضخمة تعمل في ادوات الانتاج بتاعته وتعمل في لما ييجي سلم المحصول بتاعه تمام النهاردة برضو ما ننساش ان النهاردة واحد مايو واحد مايو ده يوم مهم خالص بالنسبة للعمال عندنا عمال اليومية وعمال ترحيل وعمال الزراعة والعمال اللي شغالين حتى الفلاح نفسه عمله يعني محتاج زي ما قال عم الحج عبر الرحمن معاش خلونا ناخد اتصال تليفوني قبل ما ندخل في المحروسة معنا الحج ابو اسامة من اسكندرية من برج العرب ابو اسامة سلام عليكم وعليكم السلام ازاي الحال الحمد لله رب العالمين طب من عليكم على اسكندرية احنا او لسه كم معنا سوهاج اخواننا من سوهاج بيشتكوا من مر يعني من مر الشكوى من الحياة والمعايش يا ترى الوضع ايه عندكم في برج العرب والله يا نسل اتراهدين على كل حال احنا عندنا طبعا اسكندرية الناس مفكران اه محافظة بدنية لا احنا عندنا فيه ريف كتير عندنا عقب ترمانينية وخمسين قرية ريفية في اسكندرية احنا احضرتك الغلة اللي هارده مشكلتنا الكبرى ازاي يا ابو اسامة ازاي ايه اتفضل ازاي الغلة مشكلة كبيرة واحنا ببادئ موسم الحصاد ابو اسامة ابو اسامة اسمعني من صوت التليفون وسيب التليفزيون ايه انا اسامة حصادتك كويس اتفضل بقولك ازاي الغلة او الامح مشكلة في بادئ موسم الحصاد غلطة الانتاد اتباع بي احنا احسن سدهان من عشرة لتنصر ارباب بالسدان السنة اللي فاتت كان السدان بيجيب من من سبعة تنصر بثمين وعشرين وثلاثة وعشرين ارباب يعني انت بتقول ان انت السلادي مفيش انتان بالاضافة حضرتك الوزير كان وزير الحكومة المواققة كان بيقول للمهاردة الارباب بربعمية وعشرين جنيه المهاردة الجماعية بتستلمه الجماعيات اللي هي المفروض تخدي من فلاح بتستلمه بربعمية جنيه فقط لا غير والعشرين جنيه راحت فيه العشرين جنيه راحت فيه يا بو اسامة راحت فيه جنة رئيس الجمهورية جنة في كنرية مخصوص عشان نغلى وفتح الشونة والشونة كتبت استلم بالسيار الرسمي النهاردة الحتى الان احنا في عيز الموسم موطف موسم الموسم والشونة اللي فتحها رئيس الجمهورية السنة اللي فاتت ما استلميش شكرت غلى واحدة حتى الان يا بو اسامة دلوقتي وزير الزراعة بيقولك احنا السنة دي عندنا انتاج تمانية وسبعة من عشرة والسنة دي حيبقى في زيادة عن السنة اللي فاتت ايه رأيك في الكلام هو فين حضرتك الغلى دي كلها السنة اللي فاتت الشولة اللي فتحت في اسكندرية وده لها رئيس الجمهورية وفتحها وزير التموين ووزير الزراعة ووزير الرأي السنة دي ما تفتحكش حتى الان احنا في عيز الموسم نفعز الموسم والسلاميش شكره غلى واحدة اخبار السولر ايه؟ تمان تلاف قن غلى من شنة واحدة اخبار السولر ايه؟ السولر اخباره ايه؟ يعني متوفر السولر عندنا والله مشكلة كبيرة خالق صفحة الصلة عندنا هنا وصلت لتلاتين وخمسة وتلاتين جنيه في المنطقة في الكندرية لان انا مش لاينا شفائز الموسم لانتو تلاتين خمسة وتلاتين ده كويس ده الناس في الصعيد مش لايه يعني انا بشكرك انا بشكرك ابو اسامة شكرا جزيلا وبنكمل المحروسة النهاردة عندنا اول خبر عندنا الابو حديد بيقول عندنا توزيع تلتمائة الف فدان في يونيا الكلام ده كلام لازم هنوقف عنده كتير لانه الوزير قال الارض دي هيتم استصلاحها على الطاقة الشمسية انا مش عارف ازاي لانه الوزير ما شرحش برضو النهاردة برضو الوزير بيتكلم بيقول انه اعادة النظر في توزيع بنك التنمية للنوبارية وبعدين الوزير ما قالش تلتمائة الف فدان يشمعنا في يونيا وبعدين هل هيروح للفلاحين هنشوف الكلام ده كله حاجة تانية عندنا النهاردة قبل ما ننتقل للامح هاخد عمل حاجة عبد الرحمن نعلق على كلام ابو اسامة وكلام وزير الزراعة اللي قال عندنا تلتمائة الف فدان وفي يونيا تحديدا بعد ما يجب الرئيس الجديد حضرتك بداية في موضوع الامح اللي بتكلم عليه اخونا في برج العرب السنة اللي فاتت كان فيه مشروع متكامل بدأ من اول مارس بل بدأ من قبل كده من ساعة راحة الامح مشروع بيتابع رئيس الجمهورية وبيتابع وزير التنوين وهناك لجان مشكلة وهناك استعداد جاد للموضوع بمعنى ان انا قبل ما ادخل على استلام الامح بتاعي بشهرين كان وزير التنوين اصدر قرار صف كل الموجود في المخزون الا فقط الحصة اللي هي تقضي لحد ما ايه يخشلنا الامح الجديد وتعرفت الاماكن بتاعتها عشان ما يتمش ادخال اموح مش كويس واقف باب الاستيراد لان باب الاستيراد ده في الشهرين الاولانين دول بيدخلنا مصايب متلتلة ويمكن احنا لاحظنا في سلوك الحكومة اللي مسميها نفسها حكومة مؤقتة واللي مش مؤقتة اللي هي سططة على الحكومة الشرعية بتاعت الناس بتستورد امح لها دلوقتي فترة تلات شهور اكبر كمية من الاستيراد اللي تمت خلال السنة لانا المفروض تبقى الشيوة بتاعتي نظيفة وجاهزة ومطهرة عشان استبل محصول الجديد تبقى الصوامع عندي نفس الحكاية ابقى عارف ظروفي كويس لانه هناك لعبة تتلعب كل سنة وهي اخراج حوالي نص مليون طن يخدوم التجار في شهر فبراير وبعدين يرجعوهم ايه يرجعوهم تاني ام حادي ام حادي يدخلت في الجديد عشان عشان نقول ان احنا عملنا حصة كبيرة دخلنا ام حصة كبيرة ولكن الموضوع بيتم فيه نوع من التزميل فهناك فرق بين راجل عنده مشروع اكتفاء ذاتي عنده مشروع تحرر وطني عنده مشروع بس احنا لسه في بداية الموسم يعمل حج لسه في بداية الموسم يا سيد الفاضل كل هذا تم قبل بداية الموسم اللي فات احنا بدأنا استعداد لهذا الموضوع من اول تلاتة السنان اللي فات رئيس الجمهورية شكل لجنة عليا من مجموعة من الوزراءات المختصة بالموضوع وبدأ يتابع من ساعة دخول الامح تخرير يتبعت رئيس الجمهورية يوميا كان فيه لجانة على مستوى المحافظات يرقوسها المحافظ بيتابع كل يوم الكمية اللي دخلت عنده قد ايه معتمت 11 مليار جنيه من قبل الموسم ب4 شهور انت حضرتك هتقول لي انه هو اعتمد 10 مليار جنيه العشرة مليار جنيه اللي اعتمدت انبارح دي ضيعت على الفلاح كمية كبيرة جدا لان الفلاح البصري بيحتاج بقى فيه قدام وفلوس عشان خاطر يجب حصيد ويجيب كل الكلام لكن خلينا ناخد النهاردة ما قاله وزير الزراعة وقال ايه عن انتاج الامح قال عندنا وزير الزراعة في تصريح رسمي قال عندنا السنة دي هو متوقع 8 و 7 من 10 مليون طن قال ان متوسط انتاج الفدان 19 اراديف خلي بالكم من هذا الكلام لانه هذا الكلام سنحاسب عليه الوزير في نهاية موسم الحصات 19 ارديف الفلاح لسه بو اسامة بيقول لك من 10 الى 12 يعني بما يعادل 82 من 100 طن يعني 3 طن الا رب او الا 15 عندي برضو الوزير بيقول انه وزير الزراعة بيتكلم بيقول انه هزي البيانات بالارض المنزرعة امحوا بالنتيجة عن طريق الاقمار الصناعية طيب هنشوف الاقمار الصناعية يا رب الاقمار الصناعية تكون نتيجتها تنجح ان هي تحقق النتيجة اللي احنا عاوزينها شوفوا بقى المساحات اللي قال الوزير انها تزرعت قال احنا زرعنا 3 مليون ومية سبعة وتسعين الف وسبعمائة وتسعين فدان ده المساحة الاجمالية من الامح عندنا مليون وتسع مية تلاتة وعشين الف وتمانية وتمانين فدان في الدلتا عندنا مليون ومتين وخمستاشر الف وستمائة واربعين فدان في الوادي ده الكلام اللي قاله معالي وزير الزراعة بيتكلم عن السنادي انها السنادي الوزير قال كلام مهم خلينا عشان خاطر وزير التموين بعده قال زي ما قال عام الحاجة عبد الرحمن قال احنا عندنا عشرة مليار جنيه تم تحددهم الى وتخصصهم والبنك المركزي وافع عليهم للامح لاستلام الامح من الفلاحين طيب ده كلام خلت حنفي وزير وزير التموين اللي قال احنا بيعني تقريبا هناخد اربعة مليون طن بزيادة قدرها ربعمائة الف عن السنة اللي فاتت ربعمائة الف طن عن السنة اللي فاتت سجل الكلام ده عمل حاجة عشان انت يعني ربعمائة الف طن عن السنة اللي فاتت ده كلام وزير التموين ايضا قال تم استلام كميات تزيد على اربعين في المية عن العام الماضي مقارنة بنفس الفترة كده خلصنا الوزير الزراعة ووزير التموين. في حاجة بقى طلعت على السطح مبارح والنهاردة. يعني مرتبطة بالامحة. بلاغ للنائب العام. آآ البلاغ ده نشرته احدى الصحف القومية آآ مسربا من النيابة العامة ضد آآ ضد السيد محمد سعيد الحافظ. اللواء لو. آآ طبعا اللواء محمد عمل حاجة بيفكرني انه اللواء كله بقى اللواء اللواء تعمل حاجة. كله كل اللواء بس بيتقال سيد. هو مكتوب السيد بس اللواء دي في الفين واثناشر. آآ. مش في النهارة. آآ. قبل كده. كان اللواء طبعا اللواء محمد سعيد حافظ. آآ طبعا كل وكل آآ كل مواطن آآ يعني بريحة تتثبت إدانته. لكن هذا البلاغ مقدم. شوفوا مقدم ليه. مقدم لانه هذا اللواء آآ متهم بإهدار تسعة وربعمائة ألف آآ تسعة مليون وربعمائة ألف جنيه آآ بالاتفاق مع احدى الشركات الاماراتية التي تم الاتفاق معها على التخزين وعلى تخزين الامح وعلى نقل الامح. وان الشركة الاماراتية هذه الشركة البيانات عندكم هذه البلاغ على الهواء هو موجود. الشركة الاماراتية للأسف الشديد آآ كان عليها شرط جزائي وللأسف الشديد. اللواء محمد سعيد حافظ آآ وافق على ان يتم رفع الشرط الجزائي عن الشركة التي لم تقم بعمل اي شيء حسب البلاغ المقدم للنائب العام. واعتقد ان ده فساد كبير جدا فيما يخص الصوامع. محتاج ايضا آآ ان النائب العام يرد عليه بقى ويقول لنا هيعمل ايه في هذا البلاغ. وبرضو بنقول ان كل كل متهم هو بريء حتى تثبت ادانته. واحنا هنكون دائما عندنا النقطة دي نقطة المصدقين. قبل مرجع العام الحاجة عبد الرحمن. عاوز اقول انه آآ المحروسة آآ آآ احنا النهاردة في برنامج ناسوط الفلاح. فتحين الباب لكل فلاحين مصر عشان يقولونا هذه التصريحات التي اطلقها وزير الزراعة وزير التمويل. التليفونات آآ عاوزين صوتكم. عاوزين اتصالاتكم عشان يشوف ايه اللي بيحصل على ارض الواقع في بدء موسم الحصاد. عام الحاجة عبد الرحمن هرجعلك في نقطتين. النقطة في ما يخص وزير الزراعة بيقول تمانية وسبعة من عشرة مليون طن السنة. وقال عندنا اربعين في المية. عندنا ربعمائة الف الف طن زيادة عن السنة اللي فاتت. واربعين في المية غي آآ زيادة في آآ الاستلام عن السنة اللي فاتت. والله يا قصد الكلام ما يدفع فيه فلوس. ممكن. وانا عندنا بلدنا بالوقتي. ما بقاش الكلام آآ يعني. معروش جمرك يعني. ما بقاش الكلام له معنى. آآ. ما بقاش الكلام له معنى. ازا كانت المساحات المزروعة السنة دي اللي انت حتك قلتها دي اقل من اللي كان مزروع السنة اللي فاتت. ام. ادي واحد. اتنين. احنا احضرنا هنا. كام حلقة. واحنا بنشوف. وبرونا الفلاحين في الفيوم لو انت فاكر. ام. الارض الامح فيها نشف. تمام. اللي ما كانت مجرد ما. لسه الاخ بيتكلم على الامح عنده هناك في آآآ آآ ود النترون. او لو في 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 اسكندرية آآآ بيقولك الامح كان. لو سألت جميع محافظات الجمهورية. يقولك الامح السنة دي محصوله ضعيف. هم. عن كل سنة. وانا النهار ده لما اقول من اطناء من كان عندي السنة اللي فاتت تسعتاشر اردب. يوصل ينزل دلوقتي من عشر الاثناشر ردب يبقى الموضوع يعني ايه كلام مش محل وبعدين عاوز بعد إذن حياتك يا صحيح معلومة لما يبقى 12 ردب يبقى يا دوب جايب أقل من 2 مطن عشان تبقى أخذ بال فإذا أنا دلوقتي قدام وزير عمال يقول كلام ملوش معنى حاجة محزنة جدا معدتش الوزارة جابها منين نعم جاب البيانات دي منين نحن بنقوله بنقوله احنا دلوقتي قدام وقاعة يعني مش مجرد نوع يوقدي تقول كلمتين بتهيق له ان كل الخلق اللي حوالي دي مايش فاهمة الدين يا لأ الناس فاهمة وعارفة ان هو بيقوله مكلام مش حقيقي والناس بس ايه يعني بتتحرج او اللي ماشي وراه اللي مصلحته أنا معايا تليفون من احد الفلاحين معايا تليفون بسرعة تليفون نحن نسا مكملين مع بعض بس تليفون الحاجة ابو محمد من منين من الفيوم ابو محمد من الفيوم سلام عليكم سلام عليكم السلام ابو محمد ازايك ازاي حضرتك ابو محمد يا طرع انت طبعا تكون تابعتنا وشفت الوزير بيقول انه فيه اربعين في المئة زيادة في استلام القمح عن السنة اللي فاتت وزير التموين ووزير الزراعة بيقول برضو احنا عندنا ربعمائة الف طن زيادة عن السنة اللي فاتت انت شايف على عرض الواقع اخبار انت جيت الفدان كام عندكم في الفيوم والله يا شيخ يعني معلش زي ما الحاجة بيحمل من حضرات البولكة هو كلام اسعاف الفلوس اه للأسف الشديد هو ده بالحكومات المصرية المتعاقبة منذ حسن مبارك وينكي نبيه كمان وطبعا على انا انا استثنى فترة بتاع الدكتور مورسي لكن كان كلام واقعي دلوقتي انت بتقولها هيزيد اربعين في المئة للانتاج فين الانتاج اولا فين كمية الارض الزراع اللي تزرعت هل هي بتكون الكمية عسانية اللي فاتت برقم واحد الانتاجية نفسها التأول اللي كانت بتقدم للفلاح اللي هكت بتزود انتاجية الفلدان فين هي فين الكلام ده كلام طبعا للسهلاك الاعلامي عشان يثبتوا الناس وعشان يردوا الناس وفين الاخر فين الكلام ده لسه بيدفع الوزير بيقول اعتمدنا عشرة مليار جنيه عشان الفلاحين الناس بدأت تحصد وتعمل فين السولر وفين البنزيم وفين كل المجودات الحكومية اللي هي المجودة تقدم للفلاح قبل موصم الحصاد او قبل موصم الزراعة اخبار السولر ايه عندكم اخبار السولر ايه اخبار عندكم حبيت اخدش البنزيمة عشان اجيب لي الغد عندي لأسف شهادة ده رجل مدين تعليمات ما تاخدش البنزيم او السولر الا مركبات طبعا انا رجل فلاحة عندي بتاع مكنة مية ولا عندي درسها اشتغل بيها هنالها عند البنزيمة الكبونات فين يا ابو محمد الكبونات اللي كان بيكلم عليها وزير الزراعة ووزير التنوين فيه كبونات هي فيلي يا أستاذ مصطفى هي فيلي كبونات دي هي فيلي كبونات حضرتك ما انا بقول حضرتك كلام للإستهلاج للأسف شديد ده احنا بنشوفه وكلام مش مجرد والله انا من خلال من خلال كلامك ومن خلال البرنامج بوجه هذا الكلام كلام الفلاحين وصراخات الفلاحين للسادة المسؤولين ووزير الزراعة ووزير التنوين وبطرق وبقول للحكومة المؤقتة لو في حد عنده عنده كلام يرد علينا وقلنا لأنه الفلاحين على الأرض الواقع بتقول ما فيش حاجة خالص يعني المحمد اتفضل اتفضل مديم تعليمات للبنزيمات ما تديش إلا للمركبات يعني أي عندي مكان اتراي في الغيط أو عندي درسة في الغيط يعني إيه للبنزيمة عشان ياخد في الصلة شكراً عشان ياخد في الصلة وياخد في البنزيم ليه عشان ياخد في الصلة برضو عاوزين ناخد معلومة منك عشان احنا بنعمل متواصل تترى انتاجة الفجدان في الفيوم كام تقريباً يعني يا بي عمد كان عشر عشر رضيب السنة إذا كان يعني إذا كويت على أخصى تقدير شكراً جزيلا محمد شكراً جزيلا محمد من الفيوم مع السلامة شكراً جزيلا لك اتصال وعمل حاجة عبد الرحمن هنشوف تقرير ونرجع نناقش هذا الموضوع كله كاملاً موضوع الأمح وعاوز أقول قبل التقرير أنا طرحت تساؤل مهم جداً بعد هذه النقطة التساؤل كان بيتكلم يا ترى رأي الناس إيه في الدكتور باسم عودة الذي لم يختلف عليه لا المؤيد ولا المعارض فيما قدمه العام الماضي في القمح هقول لكم يعني إن شاء الله هقول لكم النتيجة بتاعت هذا الاستطلاع لأنه حاجة مبهرة ورجل يستحق أن نعطي حقه بعد هذا التقرير غناله عبدالوهاب لأهميته وقمته ولأنه عيد لكل بيت وموسم لكل مزارع هو القمح أو الغلة المحصول الأهم للمصريين وبالرغم من أهمية المحصول إلا إنه لسه بلدنا مصر المحروسة رقم واحد في استراض بعدما كانت بتأكل العالم كله وده طبعا يرجع لكتير من المشاكل يموه ب180 جنيه وب120 جنيه طبعا عشان نروح مثلا نصرف من الجمعية مبني القاش وفي نفس الوقت برضه بيقضوهم يبعهم للناس المعارفة والسوق السوداء والكلام دي وإحنا بنجيب الشجرات الكيمة وبدل من حط مثلا للفدان الشكرتين أو ثلاثة بنقتر نحط فشكار أو اثنين ساعة الدراس بال80 جنيه رجل الحصار بينجيبه ب60 جنيه يعني الفدان بيأخذ له بتاع مثلا عشرين رجل حصار ب60 جنيه التكلفها صعبة والحالة مش متفينة ورغم شكوى الفلاحين من المياه والتقاوي إلا إنه برضه فيه مزارعين نصحين بيحاول يزرعوا الأمح رغم عجز الجماعيات الزراعية عن مساعدتهم بعد ما مات الإرشاد الزراعي وبالرغم من الجهد ده إلا إن سوء التخزين في الشوان وعدم وجود صوامع بيضيع كتير جدا من المحصول والحقيقة إنه كتير من المصريين بيترحموا على أيام الوزير باست معودة اللي كان عنده أمل في إصلاح اللي أفسدته حكومات السابقة إحنا كوزار التموين حارسين إنه إحنا نبقى موجودين هنا في موسم الحصار نحن نشوف الخير ده كله ونقول لولاد بلدنا إن ده إن شاء الله كله ليكم ولأولادكم كل الجهود اللي بتبزلها الحكومة وزارة التموين وزارة الزراع عشان القمح ده في الآخر نشوفه الغيف عايش في إيد ولادنا لكن لباس معودة ولا حتى رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي قدروا يصلحوا المايل بالرغم من الرغبة السياسية والإرادة اللي كانت واضحة في إنه هما يحققوا تفارات في محصول الأمح وده لإن كان الفساد أكبر يتحول الجهد ده إلى إرادة لما نقف مع بعض النهاردة عشان نقول لكل فلاح مصري كل سنة وانت طيب وبنقوله إحنا كلنا بنقدره وبنحبه وعايزين الجهد ده يزيد والنهاردة بالرغم من إعلان وزارة الزراعة تمامها بالأمح إلا إنه الواقع بيقول إن السيول في أماكن وقلت المياه في أماكن تانية أصطرت على محصول الأمح وطبعا على رغيف العيش للناس الغلابة ده كان التقرير اللي بيتكلم عن الأمح المصري وعن الفلاحين جبناهم الغطان وقدام الدراسة وكل واحد بيشكهم وبيقول اللي بيحصل عنه زايد إن إحنا حبينا يبقى فيه لمحة وفي إشارة إلى الدكتور باسم عودة الرجل الذي لم يختلف عليه الناس في هذا الاستطلاع يعني في أقل من ساعة أكتر من 6 ألاف يعني لايك على صفحتنا وعلى موقعنا وعلى سؤالنا للدكتور باسم عودة قبل ما يجل عم الحجة برحمن عشان نتكلم نفرد لهذا الموضوع الناس بتقول كان راجل على باسم عودة كان راجل منضبط كان راجل كان وزير تمويل محترم ده الملاك الطاهر خالد بيقول جهود مشكورة جعلت برسة الأمحة تنخفض فيها الأسعار واحد تاني بيقول وزير الغلابة يعني تدمع عين عليه واحد تاني بيقول محترم في زمن قلة فيه الاحتراب في السجن مخلد طبعا ده واحد معترض أنا مش عارف يعني يعني في السجن مخلد يعني لما يبقى وزير تمويل كان كل وسائل الإعلام بتطلع تشكر فيه يبقى نفرح لما نقعد فك الله وأسره راجل جد كان هينفع كلام البلد كلها كلام كبير جدا يعني نريد أن نقول أن مصر يعني نتفق أو نختلف لكن هناك رجال مصر تحتاجهم في كل الأحيان وفي كل الأوقات زي باسم أول أنا أبدأ بس من العدد فضل اللي أنت قلت عليهم السيد الوزير بيقول أن فيه زيادة 40% كلام لا معنى له كلام ملوش أساس تيجي منين الزيادة وإحنا شايفين الأرض قلت والمحصول قلت تيجي منين غير أنه واحد بيحاول يوهم الناس وهي دي طبيعة من يسطو على الحق هي دي طبيعة الناس اللي تسطو على الحكومة الحقيقية وتأخذ مكانه فهو عاوز يزبط أنه هو موجود لكن هو في الحقيقة مش موجود عاوز يزبط أنه هو ناجع وفي الحقيقة فاشر هيضر يزور النتائج والأرقاء هيضر يزور الأرقاء نعم كل كلام مكتوب على ورق كل كلام مكتوب على ورق هو بتجيله تقارير من اللي تحت منه مكتوب على ورق هو نزل شافه هو تابع على الحقيقة في فرق بقى بين ده وبين راجل صاحب مشروع صاحب المشروع عمل ايه هو ده الكلام بقى المهم صاحب المشروع السنة اللي فاتت عمل ايه عشان ياخد امح حقيقي بالفعل زي ما قلت لحضرتك من البداية انه قافل باب الاستيراد انه هو نظف الشوان نظف الصوامع عارف الاماكن اللي فيها امح عشان ما يخشش اي حباية امح تاني في هذه الاماكن بالطريقة اللي انا قلتلك عليها ان فيه ناس بتطلع الامح اللي هو متزود في الوزن فيه الشوان وغيره وتبيعها للتجار والتجار تركنا عندها شهر شهر ونص وبعدين تدخلها في الموسم الجديد يبقى سمنا احنا ايه دخلنا كميات امح ضخمة السنة فده واقع مزور واقع ليس له اساس من الحقيقة بحال من الاحوال لما الراجل بتاع الصوامع يعمل العملية دي السنة واحنا في مجلس الشعب اللي حصل جالنا رئيس بنك التنمية وقال انا مستعد اعمل صوامع اتكفي المحاصيل في مصر وخصوصا محصول الامر بشرط واحد بس اسمع الشرط اللي الراجل قال قال بشرط ان وزارة التموين هيئة السلعة التموينية تتعاقد معايا على ان هي تخزن معصولها عندي لمدة عشر سنوات انا هعمل كل الصوامع اللي عاوزها لها بشرط ان هي تديني عقد لمدة عشر سنوات ان هي تخزن عندي بالاسعار اللي بتخزن بيها برا عند اي حد هل هذا شرط صعب لا طبعا هي لكن ما يتنفس ليه لان هناك شبكة فسات كاملة وراء هذا الموضوع من ضن الصوامع اللي احنا لسه بنتكلم فيها احنا ممكن نأمل كل سنة لما نكفي نفسها بخلال خمس سنوات من الصوام حضركوا في مجلس الشعب انت حضرتك مالش اكمل كلامي انت حضرتك انت تعرف الفاقد عندنا من الامح كل سنة قد ايه تقريبا تلاتة وتلاتين في المية بيتكلموا في تلاتين في المية لا من خمستاشر لعشرين في المية دي مش قليلة اسمه صطفا دي تطلع باتنين مليون طن امح اتنين مليون طن امح دي قد ايه اذا انا انا النهاردة عندي منظومة فساد لما جاء محمد مرسي وجاءت الناس اللي هي كانت معاه ومنظومة الفساد كسكست لورا شوي لكن خلاص النهاردة ما عادش فيه حد ما عادش هيساء الحد طيب احنا احنا رجعت منظومة الفساد كما هي احنا لا نختلف يعني على انه كلنا نتمنى انه كلام الوزير حتى لو اختلفنا معاه يطلع حقيقي ويطلع فيه تمانية وسائل اللي بيطلع تسع مليون طن نزام يا رب يطلع كلام لكن القضية انا بسأل وتساءل حضرك تكلمت عن المشروع وان باسم عودة وان دكتور مرسي كان لديهم مشروع النهاردة ما الذي قدمته لجنة الزراعة ورائب مجل الشعب كنتم فيها هل انتوا اتفقتوا على تخصيص المبلغ قبل الموسم زي ما حصل نهاردة او اثناء الموسم وانكت النتيجة ازاي يا سعيد الفاضل الاعداد لموسم الامح كان من بداية الموسم من بداية الزراعة باخد بالحضرتك واحنا قايلين ان الارداب بالامح بربعمائة جنيه لما انا بعرف ان الارداب بالامح بتاعي هاتبعبط بربعمائة جنيه بزرع وبهتم بالزراعة ولما انا كحكومة عارف ان انا الامح ده مشروعي فبنزل وبرائب صحيح الاسمدة في هيازة العامة لم تراقب بالشكل الجيد لكن كان فيه مراقبة وكان فيه تحسن في الوضع لان كل واحد منهم كان متخوف ان هو يتمسك زي الرجل اللي هو اتمسك ده كان متخوف ان هو يتمسك وهو سارق ورغم ذلك حصل حصل فعلا ان فيه حاجات تصربت لكن كنا في طريقنا ان احنا ايه نقفل الحنفية بتاعت الفساد حنفية الفساد في الاسمدة حنفية الفساد في النقل حنفية الفساد في الجمارة حنفية الفساد في ان يبقى عندك خمسة ستة تجار يحتكروا دخول الامح المصر بتدخل مصر تسعة مليون طن امح يدخلهم خمسة ستة تجار على مستوى مصر وامح مساوس وامح مساوس اسوأ انواع القموح في العالم معاية تصالة الفوني عام الحاجة ابررحمن من اخونا ابو احمد من ضمياط ابو احمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته حاجة وحمد ازايك وازاي الضميطة الحمد لله والله الخير الحمد لله الضميطة عليهم دور كبير جدا في انه لان هم لا يكلوا ولا يملوا منهنيهم بعيد الامال وحاوزين نعرف اخبار الامح عندكم ايه والله الامح في الدولات في تراجع عن السنة اللي فاتت باعتبار ان الارشاد الزراعي من بداية الموسم ما امشي بدوره لتشجيع الفلاع على زراعة القمح وبالتاني انخفضت نسبة الارض المنزرعة بالقمح بنسبة كبيرة جدا تكاد تصل الى نسبة التراجع 30% من نسبة السنة اللي فاتت وده لغلوه الاعلاف الجافة فاضطر الفلاعين يزرع برسيم وما يزرعش امح ده حاجة صعب الارض الاني حد تتجاو على زراعة الامح بل تحقيق الاتفاق الذاتي في انتاجنا من الامح ده الوزير بيقول يا وحمد بيقول ان احنا عندنا سبع تلاف حق الارشادي السنة دي وما حصلتش في تاريخ مصر ده وزير الزراعة ليقول الكلام حبرة على وراء لكن على ارض الواقع مش موجود الكلام ده لدي اعتبار ان في دنيات 87 جمعية تعاون زراعي و14 جمعية اصلاح زراعي جملة الارض المنزرعة المسجلة في مية 27 الف فدان السنة اللي فاتت كان ما يعادل 40 الف فدان قام السنة دي ما يكملش عشرين لطمنتاشر انا بحييك والله والله خليني خلينا حييك ابو احمد خلينا حييك ان انت يعني راجل فلاح والارقام واضحة عندك واعتقد ان ده بيديك مصداقية هسألك سؤال يا ترى ممكن فدان الامح في ضميات يجيب كام والله الامح من السنة اللي فاتت كان 22 عشرين 18 السنة دي المتوسط بتاعه اعلى حاجة 14 12 المتوسط 10 ويبدو الامح زعلان على النظام صعب خالص عشان كان نظام السنة اخبره ايه شاء الله البركة هترجع البركة موجودة في مصر بيك يا حاجة واحمد البركة فيك وفي الناس المحترمة وكل فلاحين مصري اللي بيشتغلوا وان شاء الله الثمن فاتت في ضميات عملنا نجمة قومية من امحة تحت ايرشاد السيد المحافظ والسكرتيري العام للمحافظة كانت النجمة دي من خلال نقابة الفلاحين بتلفة على الشوان وتحسين حال الشوان بس عاوز افرق يا وحمد عاوز افرق من نقابتين الفلاحين يا وحمد لحظة بس لحظة خليك معاي انت كنت كت نقابة فلاحي مصر ولا نقابة العام للمفلاحين نقابة فلاحي مصر ايه بس عشان بس نقطة اضحى اللي يعمل حاج عبر رحمن نقب في قابلة النقب الحاج عبر رحمن شكري طيب هستألك سؤال عن السولر السولر ردانتها في جميع المحافظات كانتها دور اجابة مع توريد الامح وتسير التوريد للفلاحين السولر يا ابو احمد السولر اخبره ايه السولر اخبره ايه السولر موجود ولا ايه السولر في صعوبة فيه السولر مفيش فيه ازمة لكن الازمة دلوقتي قد الحداث بس معلومة سريعة ان احدى الشوان اللي على حافة محافظة دنيات والدقالية نظر للدقالية ما فتحتش من يوم او اثنين بس وبنتظروا الصومة بتاعت كيرنس ان في تن السنة دلوقتي في تلك الموسم كل اللي دخلها مع انه هي على حديد محافظة دقالية ويجلع من شيربين ودنقاس وخلافه كل اللي دخلها من دنيات والدقالية اثنين الفين وخمسموتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا معايا ابو سلمان من البحير اخونا ابو سلمان سلام عليكم ان شاء الله يبركاته ازاكي لكتوب ازاكي حاج عام ليه ازاكي حاج عام ليه ازاكي حاجة ابو رحمن وبنا يبارك فيك ابو سلمان وتحياتي ليكو للبحر واهلنا وفلاحينا يا ترى اخبار البحيرة البحيرة مشهورة بانها كانت السنة اللي فاتت خد تكسل انتاج في الامح هي والشرقية الاخبار ايه سنادي والله يا دكتور ابن موزة بتاع السنة اللي فاتت ده لا يقاط عليه بقى خلاص الان يحنى في البحيرة يعني كان يعتبر فان اللي فاتت وفعلا كان عيد لفلاحين البحيرة لكن هنا اجاب لموضوع الجامحة دكتور عايز اتكلم على اي فلاح رمي تكلم الفلاحة منص فدان وفدان ولا الفلاح بتاع عشر تلاف فدان والف فدان اللي بتزلله كل المشاكل اللي هي ممكن تجابله لا فيش افضل مشاكل بتجابله احنا نرى يا دكتور موضوع الفلاح عزيلي في الفلاح الاول اللي احنا بنتكلم عنه بنعبر عنه لان الفلاح اللي اصلح منتج الحقيقي هو الفلاح المفروض في ايديه في الارض وبيشتغل اليه ونهار لكن كل المشاكل لا تزلله ولا حد بسعده ولا حد بتكلم خلينا برضو يا حاجة مسلمان عشان بس احنا ما نخرجش خارج النقطة بتاعتنا احنا بنتكلم في الامح يا ترى انت متوقع انت جيت او مش متوقع انت عندك على الارض على ارض الواقع في البحيرة في اللي اتحصد انت جيت الفدان كم ارديب يا ترى هو بكل المقاييف مش هيزيد على الاخواننا اللي جالو اللي سابقون في البرمان اللي جالو فيه من احداشر لاثناشر ارداد على الاعلى انتاج لمن السلولات مسألة الارشاد يا دكتور اللي افروض زي ما قال الحاجة عبر رحمن دلوقتي ان مسألة جراعة الخمح ليست حصد فقط انها تجدأ من بداية جراعة المحسول شكرا جزيلا يا مسلمان رسالتك وصلت وبرجع تاني هذه الاتصالات عم الحاجة عبر رحمن القادمة من الفلاحين على ارض الواقع بتؤكد حقائق ان هناك تناقضات ما بين التصرحات الرسمية بتاعت الحكومة وبين الفلاحين اللي عايشين الواقع يا استاذ مصطفى التناقضات موجودة كبيرة جدا في الحكومة القائمة الراجل اللي هو بيقوله عليه رئيس جمهورية مؤقت مبارح عماله يقول للعمال احنا وانحنا وانحفظ على المصانع وهو مطلع قرار وقانون بيقول فيه ان لو اتبعت حاجة محدش يتدخل فيها محدش يقطعها محدش يمنعها محدش يوقفها ولا يجوز اطعن على العقود حتى ولو كانت العقود دي فسيدة وهي بالتأكيد هتبقى فسيدة يبقى احنا في دوامة كلام لأكثر لكن في واقع مرير صعب شديد الصعوبة على الناس اللي هي عشقاة انزل كده شوف السوق شكله ايه احنا شوفنا الناس الفلاحين هو ده الواقع الحقيقي لكن انك انت هتقول لي ده قال وده ما قالش فهو قاعد في الطراوة في المكتب المكيف ولم يملي ده شوية صحفيين وانت عارف كويس او كنت شغال وعارف صحفيين اللي بيتلموا حول الوزير بيتلموا حول الوزير ليه واخد بال حياتك بها وبيقولهم الكلام اللي على كيف وهم بيكتبوا الكلام اللي هو بيقولوا والامور ماشية بينه وبين بعض لكن في واقع الامر الامور وقفة والامور صعبة والامور شديدة والفلاح المصري في اصعب حالاته رغم انه هو في موسم حصاد يعني انا في موسم حصاد المفروض ان انا بابقى فرحات لكن لكن مانش قادر ليه لان الاعباء اللي عندي اكتر بكتير من اللي هيجبوه للامر بمناسبة عيد العمال وطبعا الفلاحين هم يعني سيد العاملين وهم اللي اديهم يعني يعني انبوسها ونحطها فوق دماغنا وفضلهم علينا كلنا لكن لابد ان احنا نرسل هذه التحية لكل العاملين ومنهم عمال الزراعة وعمال اليومية اللي مجلس الشعب السابق كان اقار لهم عاش نعم طبعا من خلال الدستور من خلال الدستور المصري لانه دستور 2012 نعم كل ذلك جاء عن طريق مجلس الشعب منتخب انتخب لجنة تأسيسية هذه اللجنة تأسيسية استطاعت استطاعت ان تقدم لمصر دستور يحفظ العمال الى هذه التحية للعمال استأذنك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة شكرا عم الحاجة ابو رحمن بشكرك شكرا جزيلا واشكر كل فلاحين اللي شاركونا وقبل ما اختم الحلقة عاوز اقول الحاج محمد ابو دنيا بيقول لي وبعت لي هو زعلان قوي الله يا جماعة هو مش عيب ان وزير الخارجية بتاعنا يتكلم كده عن بلد كلها رجالة وصعيدة وفلاحين ده ابو دنيا بيقول والله احنا اجدع رجالة ده ابو دنيا بيقول هو الرجل ده معداش على ريف مصر وصعيدها وشاف ناسها ولا ايه طبعا قال لي خالص كان اكيد وزير الوزير بتاعنا ده شاف فيلم الارض بتاع محمد ابو سويلم وعبد الهادي ده ابو دنيا بيقول يا جماعة اقوله للرجل ده احنا احرار ومصر بشعبها لهتكون ولا كانت اللي تكلم عليها الراجل نبيل بالشكل الوحش ده خلص كلام ابو دنيا وانا بقول معاك حق يا حج محمد ويريت الوزير يرد على رجالة مصر وابو دنيا مش كده ولا ايه تاعت حلقتنا نشوفكم الاسبوع او نشوفكم السبت ان شاء الله باذن الله مع حلقة جديدة من صوت الفلاحة